مثل الغزالي في شكه في المحسوسات والمتخيلات حتى لا نجد توافقا في الأقوال والعبارات والشك عندهما يبدأ بحاسة البصر خذاء البصر فإذا نظرنا إلى الكواكب نراه صغيرا في مقدار الدينار ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في مقدار الغزالي ويدكر ديكارت أن الحواس تخدعنا وأنه ليس من الحكمة أن نأمن لمن خدعنا ولو مرة واحدة وهناك شواهد كثيرة على خذاء الحواس فالأبراج المربعة تبدو مستديرة من بعد والعصى تبدو منكسرة في الماء إلى آخره واستبدى الشك بديكارت حتى أنه تسأل هل هو في حالة صحو أم نوم وهو في حالة شهود أم خيال ويتمادى في الشك حتى أنه يفترض أن هناك شيطانا يضلله وهو مثل الغزالي حين يلجأ إلى النفس لا إلى العالم لمعرفة الحق سبحانه وهو يختار العزلة والتأمل ويرفض منطق الأولين للاستدلال على وجود الله فكم من براهين وكم من أدلة وقد يخدعنا العقل كما تخدعنا الحواس ولن يوجد غير طريق واحد أمامنا هو طريق اليقين حتى تدرك النفس في قرارتها أن تلك هي الحقيقة ولا شيء سواها وكما يروي الغزالي قصة تشكه ويقينه أي قصته الداتية في المنقذ من الضلال يرويها ديكارت في المقال في المنهج والتأملات في الفلسفة الأولى ويدكر ديكارت أننا نعرف الله من آطاره في المخلوقات وأن النفس الإنسانية فيها هذا الأطار وهو الفكرة الفطرية على الكائن اللامتناهي وكانت هذه الفكرة سائدة في العصور الوسطى وهي أننا لا نعرف الله في طبيعته بل من خلال آطاره التي تركها على كل مخلوقاته وبالتالي في قلوبنا وما علينا إلا أن نتأمل في ذاتنا لندرك هذا الأمر هذا الأطار وهذه الفكرة قبل أن تخرجوا لا تنسوا أن تابنوا في العشان يوتيوب وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا أن تقوموا بالجميع